هو هذا الدستور القانون اللي هو يشكل دستور توفقي اللجنة التي فضلت رئيس جمهورية الماجد تبون تكليفها هي لجنة من الخباراء وكلفت على أساس سياغ الدستور بهذه الطريقة والهدف الأساسي من هذه الفكرة حتى لا ينطلق النقاش من فراغ وإنما تقدم وثيقة هي هذا المسودة التي قدمت إلى الشعب الجزائري بهدف إثراءها وهذه الطريقة هي الأفضل لأن النقاش لا ينطلق من فراغ ويكون مفيدا بعدما قامت اللجنة يعني بإحداث عملية جراحية على كل مواد الدستور وتم تغيير 63% من المواد تقريبا أكثر من 140 تصحيح أو تعديل من ناحية الشكل و182 من ناحية المضمون ترجمة نانسي قنقر